السلام عليكم شباب معكم أفدول من جيمين تايم ولمن أفدول تايم بناء علي قناة قاعد طلع عليها شخبارك مع سيكو بخير طيبين اليوم بتكلم عن حاجة اسمها المنطلي شاب والمتجر الشهري اللي يمكن كثير من الناس بيدرون عنه وحرام منهم ما يستغلون على أن أحد الأشي اللي أنا أتحمس عليها واجد والواقع فيها فايدة كثيرة خاصة للناس اللي يعبون فري تو بلاي لأن الدايموند يجي معاها عشرة سمونز مجانية حرفية مجانية شهرية تخش جمعها وتطلع ولا متفمون طريقاتها تق تقدمها وشون تجيبها بلا تتكلم عن تفاصيلها بإذن الله كلا وحاول تتسغلونها اليوم لأن اليوم وبكرة وآخر يوم قبل أن ينجدد المتجر الشهري مع بداية السن فاستغلوا الشيء أو استغلوا استغلوا الشيء لها بس بطلعا كالعادة قبل نبدأ معكم سبسكرايب لايك كومنت نحن قاعدين نطلق الطلاقة السريعة صلاح في اليوتيوب السبسكريبشن والدعم والمستنس على شيء هذا بشكل كبير هذا محافظتي أسوأ فيديوهات يومية وأحاول أغطي كثير من الأشي اللي تط أغطي وقلولي وأحاول قد ما أقدر أغطي شرح وافي وكافي لها بإذن الله أوكي بسم الله دخلنا نتكلم على حين عن المتجر قاعد يكتب يرسل يحلي له طيب نضغط اسكيب على البي سي انتو على البليس سيشن أتوقع اسكيب عندكم ما هدري تدخلون على الشاب عندكم حاجة هنا يسمونها بايمونز بارك الخصومات بايمون عندك شيئين الأساسين اللي راح أتكلم عنهم ستار غليتر إكستشينج وستار لس إكتشينج ما أذيما المداعي دي تستخدم براي مجنب أسحب عليها وما أعطيها هاجه حلو ما تتكلم عن ستار غليتر اللي هو هذا ستار إكستشينج اللي هو هذا شون تجيبونه وشون تستغلهم طريقة مثالية وشون تسهلكونهم بشكل شهري بدون ما تخسرون ولا تضيعون العملة اللي هو عما تعتبر نادرة وقيمة بشكل كبير حلو أول حاجة من وين نجي الآن خلت تتكلم عن عملتين دولي من وين يجوكم بشكل عام سواء انت لعب فري تو بلاي وجدك سامن واحد كل يومين ثلاثة ولا تلعب بفرايم وجم فتشري وجد تسوي لك زحمة سامن مزورة بعض اثنينكم رح يجيكم كمية كافية من العملات ذولي عشان تستغلونها في المتجر الشهري حلو؟ الآن إذا دقلت السامن العادة لو تسوي سامن عشر مرات تسعة من العشرة حيجونك أسلحة ثري ستارز اللي لونها أسرق أحيانا تكون محظوظة يجيك أكثر من موحد ابك يجيك ثلاثة ابك وسبعة زلق ولا أنتي رحوظ ألف يجيك اثنين لجنجري اثنين ابك ومالي كم بس العادة العادة لغريث الناس كل مرة تسوي عشرة سامن تسعة منهم يعتبر تسعة من السيوف ذولي تسار لما يطيح لك يعطيك خمسة عشر ستارزل العملة هذي الزرقة اللي تحت كل واحدة فيهم يطيح لك خمسة عشر ستارزل معناها سحرة عشرة وتسعة سيوف زرقة بالنسوالك يعطيك مية وخمسة وثلاثين ستارزل ذه الرقم الحالة حلو واذا منستغل له وما يعد منفرد بشكل مستمر بس افن المعلومة هذه الثنين إذا طاح لك فور ستار سواء سلاح أو وبن يعطيك الثنين ستار غلتر العملة اللي يعني سار هذه حلو سواء سلاح أو إذا طاح لك 5 ستار سواء سلاح أو وبن يعطيك 10 ستار لكوتر، هذا قاعدة رئيسية ماشي مع الكلب، الآن عندنا في الشخصيات، عندك كحد أقصى تطيح لك ست أو سبع نسخ من الشخصية، أول مرة تطيح لك الشخصية أول نسخة منها، الستة اللي بعدهم عبارة عن الكونسيليشن، فشي حلو بالنسبة لك، بس بعدها ما تستفيد من الشخصية لأن إذا جبت الفول كونسيليشن حقها، أي شيء يطيح بعدها ما لها داعي، الآن نظام الشخصيات هذا بعطينها تغيير بسيط، إذا ط لا أحتك شخصية بعد ما تعبّل فول كونسيليشن حقها، إذا كانت فور ستار يعطونك عليها خمسة ستار قليتر بدأ العشرة، هذا الفرق الوحيد، الأسلحة لأن ما عندنا لحد أقصى دائما يطرحوا لك لفس الكمية، عشرة ولا اثنين، دائماً، الآن بتكلم عن المتجر ستار دست أول، بعدين بتكلم عن ستار قليتر، ستار دست يتقسم إلى أربع أماكن بالنسبة لي أو أربع رتن، شيء لازم تشري شهرياً، شيء حليو أنك تصرف علي أي شيء فائض عندك من الفلوس في ستار دست فيه، شيء إذا حتش تستخدمه، وشيء عمرك لا تنبسه، حلو؟ أربعة، أول حاجة، اللي دائماً تحاول تشتري، طبعاً إذا شريت حاجة وانفذت تنزل تحت، فبعضكم رح يلقى بعض الأشياء هذي فوق، أنا لأنني شريت وخلصتها، نازدها عندي تحت، إنتر واين فيت خمس حبات منها، وأكوين فيت خمس حبات منها، ذولي لازم شهرياً تحاول تشتريهم لأن عبارة عن عشر سمونات مجانية تستغلها، هي مفلوس، أشتريك أنك مجانية، لأنه قـتل ان ترعب اللعبة بشكل طبيعي، راح تجيك يومياً في برايمجوم، يعني تجيك معين؛ البيجوم ومع التحديات، مع العامل، مع الـ Lauren with next favorite OP定ات، يعني أي شيء يصير ويسور برايمجوم، يمتيك تعطفها وتحاول تستيعي شخصيات، وبشكل طبيعي وعفة ويبجولرك العملاء الذوائي، بيكون كافي لك لك أنك تشري خمس مدوري و خمس مدوري بشكل شهري، استغل للشارع، واخدت خمس ممز مجانية وك練testين تت تشريها. عندك والله مبلغ إضافي مستردس والعمل حمد. طيب أنا شاصرف عندي والله ودي أستغل له. اللي بعدتهم الثلاثة اللي في نفس المستوى كلهم بناءً على شيء اللي تحتاج أنت أكثر. عندك أدفينشربوك. ثلاثمائة كتاب تقييمين لديك تشري ومسلك إنهانسمنت. هذا يتلفي طبعاً استحتك وهذا تلفي جهة خصياتك والمورة. المورة في نوعين. حط في بالك واحدة بعشرة وفي شيء واحدة بعشري. ما الفرق بينهم؟ اللي بعشرة مننا كمية محدودة أظهر تشري مننا مية إذا ما البلطان تخلص. العشرين إنفلت لا نهاية تشري منها أنت تقول بس. بس الواقع ذي أغلى ودبل قيمة ذيك. فالأفضلين إك بس تصلف فينا إذا احتجت شيء هذا. فذولي إذا تنقصك حاجة يمكنك تشريها وما تتخسر ذلك الشيء لأن العادة قبل الله يبدأ شار اللي بعدها إن جمعت عملات كافية حق الانتر وايند والأكويند فيت. أجل عندنا أربعة شيء لازم تشري دايمن الانتر وايند فيت والأكويند فيت بالنسبة لك شيء إذا زادت فلوسك تشري ثلاثة دولي شيء إذا احتجت تشريه الثالث واللي هو المورال اللي هنا. في أغلى دبل قيمة الثانية وإذا حسيت أنك محتاج تشري يمجيك تشري من الطريقة هذي ومن المكان هذا. ما أنصح في إذا أنت فريتو بليت حاول تخش فلوسك حق الأشياء الثانية من الشهر الجاي. بس إذا حاجة أليمة لها وتمتشريها الآن اشترها عن طريقة مكان هذا حلو؟ هذا ثلاثة واحد الرابعة اللي عمرك ما تلمسهم بقيت غاض كلها. كل حاجة ثانية تشوفونا قدامكم يمديكم تفرمونها بسهولة داخل اللعبة بدون ما تردوبط برزن ولا بي حاجة ثانية. فحرام تستهلك عليها العملة هذي تحتفر قيمة بشكل كبير على الموارد هذي لأن أغربيتنا بديك تفرمها سواء عندك خلو صوي الوحوش اللي في عالمك ترح علم خويك خلو صوي هناك ترح علم اللي بعده اللي بعده اللي بعده. ما عندك حتى تلعب معه اللاين تسوي حساب ثاني حربيا طب عنده وفرم وتطلع لكمية كبيرة من الأدواء الدوري. حرام تخسر العملة هذي عليها حرام خاصة أن ذول الوحوش يتجددنون بشكل يومي يعني اليوم فررمتم كلهم بكنا مديك تفرمهم برثانية وثالثة ورابعة وخافسة. فقين أشياء لازم تشريها واحد واثنين شريكوا واحد واثنين أشياء الأفضل هي أنك تصرف عليها أغراضك الثلاثة ذولي أشياء إذا حتش تصرف عليها أغراضك ذولي والبقية بععد عنهم كانهم نار ولا تمسهم حلو هذا المتجر أول. استار قليتر مختلفة شوي بتكلم عن الفري تو بلاي بشكل عام اللي قاعد تلعب ما تدفع أولا ريال واحد في اللعبة تقول الله سواء ما بيدفع ما عندي قدرة ما ليمشتيه ما ليخلق بجرب اللعبة ميهم أنت ما تدفع في اللعبة. الشيء الذي مفتوees تركزون عليه للهذا العلم. إبحث عنهم سيرة فيه بل كttك تفتح تخỉpas تشريه وихibil عجبك. معجبكا .. إسوأ عليهم وتغيرهم عن شكل شهري. كل شهر يقوم لك احبة واحدة من شخصي هنا وحبة واحدة من شخصي هنا وضعه في هاي فبالك sandwich لهذا العمل. بربر راح تتغير بكرة والعقوب بكرة وتصبح لشخصية ثانية، كايب تتغير عقوب بكرة وتصبح لشخصية ثانية، فإذا تنعجبك هولي، تشريهم، تخلهم، تسحب عليهم، وتسحب عليهم، وتسحب للكاركتر اللي بعدهم، هذا كفري تو بلاي، إذا جاتك سامون من جهنية، أنا ما أنصح لك تشتري ذولي، وفرهم لذول ذولي كاركترات مضمونة بالنسبة لك، السامونز هذي تستهلككم بشكل مستمر، عشان تحول جيمة الفايفي في السار إذا كنت تنتقر أي منها، ما أن تنصح بشي ذا، خشهم للسامونزوري مضمونين بالضبط لعبولك الشخصيات اللي عندك نقص فيهم نوعا ما، كايا حليا وحاليا لأن أول كونستليشن يعطيك هي، الكيل عندك كايا، بس أول كونستليشن من كايا يعطيك كرت 15 مليا زيادة عن الناس المتجامدة، فحلو بالنسبة للناس اللي يبون حطوهم بلد آيس ويستخدمون كايا كيمين دي بي اس، كذلك بعد الشي ذا، حلو سوائل تفري تو بلاي، ولا أنك تدفع في دوس في اللعبة، الأسلحة اللي موجودة هنا، في عندنا ستين من السيح يتغيرون بشكل شهري، شهر وشهر، شهر يمكنون أسلحة الرويال هذه، وشهر اللي بعدها تصبح بلاككلف وبن، اللي سأستخدمها مع دايلوك الحمراء، فشهر الجاي راح تغيرون ويطعون لك أسلحة بلاككلف اللي إذا حطوا تشكيله ثلاثة جديدة في اللعبة، حاليا اللي كان نسونا، رويل شهر شهر اللي بعدها بلاككلف، اللي بعدها رجعون الرويال واللي بعدها رجعون بلاككلف، يشكلوا بشكل ماستمر، كل شهر يحطون ثلاث حبات من السلاح، معناها مين تكتوصل رفاين من تراينج فايف على طول، تسوي على رفاين خمس مرات، لكن تكتوصل ثلاث مرات ويعتبر شي حليل، تمام؟ مفروض لا تشتريها بشكل كبير، لأن الأسلحة مو بأقوى بكثير من أسلحة تجيك من اللعبة، من البلاك سميث وغيرها، بس إذا كلش محتاج لك تشتري سلاح واحد، تحطه عن شخصيتك تستخدمه بشكل ماك، لا بأسفة، إذا تقول والله أنا مهمني لذي ولا يهموني شخصية ذوري عبد الحمان أنا بيسحب علشان تجيين الفايف ستار، استهلك الستار قليتر حقينك في الثنتين اللي فوق، معني ما أنصر فيها، لأنه أنا دائما نحط الأولوية للثنتين ذوري، بس إذا تموصل، يمتيك تصرفها في الهنة، أنت ما بغي تصرفها إلى هنا، ولا هنا، ولا هنا، لا تلمس ولا شيء من اللي تحت، ذولي أنا كنت أقول ذولي حرام تصرف عليهم ستار دست، ذولي لو فيش شي فوق الحرام كاقد، ذولي ذولي شي بسيط الجمعة وصعب تجيب النسخ الإضافية من الستار قليتر، عملة نادرة تحتفق، صعب أجيبها، وح الشخصيات والحوش اللي يمكنك تفرّمهم بسهولة في العالم حقه ولا عالم ربك، إذا أنت، خلوصوا الحوش في عالمك، تبي تفرّمهم مرة ثانية، عندنا ديسكورد، لا بغي تحط اللينك سريع 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 في الدسكليبشن، ادخل هناك، شف ناس الموجودين، وطب معهم وشالله تساعدهم بعض من ذله في نجهة الفاربنج وغيرة، حرام تشري أي شيء من المكان هذا، حتى لو نقصت حبة واحدة، راح فرّمها، أحسن منك تجي تصرفها من هنا، تقدر تستهلك العملة دي، وال هذا الفائدة المتجر بشكل أساسي، والأهم بالنسبة لي هو الستاردست اللي هنا، ذا حدونا إذا بغيت شخصي معين، زي بنت، جاتنا في الشهر اللي فات، وكنت أصح ناس كثيرة تشريعها وتلحق عليها، أغلبية الناس ما شرتها، وراحت عليهم، فحط في بالك كل شهر تخلش تشوف الكاركترين الموجدي هنا، يسهل هو ولا لا، وأنا بحاول أصبح يفدي عنه إذا سهلون، زي ما سويت مع بنت، ودخلي هنا وصل في الستاردست على الشيء المهمة بالنسبة لك، استفيدوا من الشيء له بشكل كبير، ن أنا سواجد ألاحظوا لما يستخدمون ذوي اللي يستغلون بالطريقة المثالية، قبل الله ينتي الشهر، الشهر بنتي بعد يومين، مكتوب هذا يوم، واليوم اللي اللي إحنا فيه، معناها يومين، بقل لي لو ينتي الشهر، مع بداية السنة، راح يختيف المنت، الله هذا كله ويتجدل، حرام أنك لا تشري الأشياء، أنت ما بعد تشريهم، راح يشارهم، ونجي لك حرفياً خلال يومين ذوي 20 سنة مجانية، وشكرني إذا طاح لك شي حلو، قل لي، سوي لي وصبر، ما يعرف شي طاح لك، أوك؟ إن شاء إن شاء الله أعجبكم فيديو، إن شاء الله أفادكم، إن شاء الله وصل لكم معلومة بعضكم يكون الصفات منها، وبعضكم اللي كان يحاول يشري بعض الأدوات من ذوي، خذل العظة والحذر من تنبيه في فيديو ذلك، لأن الله حق يحس حرام فنصرفهم في الشيء ذا، فانتبههم إن شاء الله عابد، مع لكم أرواب سبسكرايب، لايك، كومنت، في احتمال اللي نسوي بث اليوم، ما أريد أن نسوي بث ولا لا، إذا سوي نبث، أعطي لي تويتش راح تلقون تسكريبشن، ولا اللينك حقا في تسكري شان تحت، تانكيو للدعم المستمر، ونشوفكم بذلها مرة جاية، إذا عندكم أي سؤال، أي فيديو، أو بلاشرحها، تتكلم عننا، كومنت، اكتبها تحت، وبشوفها بذلها، باي.